طفرة ملحوظة في العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل انعكست على تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين البرازيل تعتار الشركة التجارية الأول لمصر في أمريكا اللاتينية فيما تحتل مصر المركز الرابع في الشراكة التجارية للبرازيل في القارة الأفريقية حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الشهور العشر الأولى من 2023 بلغ حوالي 2.4 مليار دولار حيث سجلت الصادرات البرازيلية لمصر حوالي 81 من 100 مليار دولار بينما صدرت مصر إلى البرازيل نحو 440 مليون دولار وفي حين تعد مصر الثاني أكبر مستورد للحوم البرازيلية على مستوى العالم تعتبر البرازيل مدخلا للصادرات المصرية إلى منطقة أمريكا اللاتينية نظرا لأنها أكبر قوة اقتصادية في المنطقة كما أنها عضو أساسي مع كل من الأرجنتين والأورجوي والبراجوي في تجمع الميركسور وقد استطاعت بالفعل العديد من الشركات المصرية العاملة في مجال الرخام والأدوات الطبية للجراحة والتمريض النفاذ بمنتجاتها إلى أسواق بعض دول المنطقة كاتشيلي وكلومبيا وكستاريكا من خلال المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة بالبرازيل كانت مصر إلى وقت قريب تعتبر ثالث أكبر شريك تجاري للبرازيل في المنطقة العربية ولكن بفضل تنامي العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية تقدمت مصر لتصبح الشريكة التجارية الأول للبرازيل بين الدول العربية بحجم تجارة يقترب من 2.6 مليار دولار هذا وتحتل البرازيل اقتصاديا المرتبة السابعة على مستوى العالم بحجم اقتصاد بلغ نحو تريليون وستمائة مليار دولار وحجم تجارة خارجية يقترب من 400 مليار دولار وهو ما يجعلها سوقا كبيرا يمكن الاستفادة منها ضمن اتفاقية المريكسور أو مجموعة البريكس التي انضمت إليها مصر في الأول من يناير 2024 والتي تعتبر البرازيل أحد الدول الأربعة التي أسستها في عام 2006